أنت كنت عيش في أثناء عيشت رفاهية عيشت أبناء الأثرياء أيش اللي دفعك أنك تزج نفسك بهذا العمل هذا عمل في مخاطرة في مجازفة في حياء أو موت وفي رزق عالي يعني كان يجب أن تكون آخر الذين يفكرون بمثل هذه الأعمال يعني آسف هو سؤال شخصي ولكن مهم جدا أنه نفهم شو طبيعة المحرك اللي حرق فيك هذا الموضوع يا أخي أول محرك يعني إحنا عائلة عسكرية أعمامي وأقربائي كلهم ضباط في الجيش وقاتلوا في السبعة وستين عمي فاروق مراد وأحمد مراد ومحمد سعيد مراد كلهم مقاتلين أيضا يعني كنا نركز يعني القدس لأنه عائلة متدينة كان جدي يعني وجدتي وأهلي كلهم متدينين غرسوا فينا يعني حب القدس الشريف وتنساش أنه إحنا جيناتنا إحنا أبناء يعني قونسو الغوري والظاهر بيبرس اللي قاتلوا إلى يعني قاتلوا المغول والتتر دفاعا عن الإسلام والعروبة وحرر يعني الأشرف خليل يعني قضع الصليبيين بعصقلان وساهمنا في تحرير القدس أنا يعني جينات مقاتل ومن عائلة متدينة ويعني نعشق القدس والأقصى وفلسطين وتعرف يعني الشراكس قاتلوا إلى جانب أبناء أحرار الأردن والأمة العربية في جولان وفي فلسطين ودفعوا أكثر من 120 شهيد على أرض فلسطين نعم ترجمة نانسي قنقر